اهلا بكم اتمنى القناة بخير فيديو النهاردة معانا فتح قلبة سريع وتجربة لافضل سماعة فاعة سعر 500 جنيه ودي سماعة من شركة تورون سمارت المعروفة موديل جلاري انا طبعا في الفئات دي عجبني اربع سماعات واستقررت على السماعة دي السماعات اللي عجبتها كمينة عجبتني سماعة اسمها في توينتي اكسيبيريا السماعة دي بالفعل طلبتها من نونو امازون وظهرت شكاوى عامة انه بتوصل لكل الناس العلبة مفتوحة وكأنها مستعملة وبالفعل وصلت ليا العلبة مفتوحة ومليانة اطراب من الداخل والخارج اضافة مكتوب في الموقع انها يوسي بي وصلت ليا جاك بالتالي مفاش كارت صوت وهتعتمد على كارت صوت الجهاز وانا جهاز استراد فعملت لها ارجاع بس قبل ما اعمل لها ارجاع جربتها وبصراحة صوتها مش عالي وكمان الخامات نشفة وتحسها تتكسر ودي شوية صور لها لما طلبتها وقبل الارجاع وتاني سماعة وهي ساوند كور دي تابعة شركة انكر معروفة السماعة دي جامدة جدا خصوصا للصيف من حيث ان الاركبس داخلها جل للتبريد وكمان المايك مقاوم للمياه اي بي اكس فور بحيث تشرب براحتك سواء كولا مياه او اي حاجة بس عبها اللي الجميع مشتكي منه ان السماعة لما تيجي توسعها الجزء الخاص في الجنب ده بيتكسر لوحده مع الوقت ودي شكوة عامة وبتتكسر بدون ما تعمل لها اي حاجة اه التالت سماعة وهي من بلدي دي عجباني وفيها كل حية كنت احشتريها بالفعل دي سعرها سبعمائة وتمانين جنيه طبعا التالت سماعة ظهرت صورهم امامكم اه جيت اطلبها من موقع الوكيل اللي هو كومبيو ساينز زود شحن مية جنيه جيت اطلبها من امازون التاجر امازون نفسه سعرها اصلا نازل بتمنمائة وتمانين جنيه او تمامائة وتسعة وتسعة وتسين فالليه اغلب بمية جنيه ولا مية وعشرين طب ليه يعني ليه بلغت الطلب من اساس يعني من اول استغلال اه خليها عندي وطلبت دي دي سعرها حوالي خمسمائة وخمسين جنيه خمسمائة وعشرة ربعمية وتسعة وتسعين يعني فرنج الاسعار دي ولو في كوبونات تاخدها بربعمية خمسة وتمانين وهكذا المهم نفتع العلبة في السريع وبعد كده هجربها انا طبعا اشتريت اه كاميرا ورابط الفيديو هزر امامكم وحلبسها ونجربها في جيم مسلا نقل ونشوف الاداء بتاعها عامل ايه نشوف العلبة من خارج بعد كده نفتع العلبة وبعد كده ننتقل لاخر مرحلة اللي هي التجريب او جيم وانهي الفيديو دي العلبة البسودة من ترون مكتوب عليها بي سي آآ لابتوب آآ خمسين آآ درايف خمسين ملي متر او ميتر يعني ده كبير اغلب السماعات في الفيديو حيكون اربعين بالتالي صوت هواطي آآ ده المايك آآ مريحة آآ درايفر آآ آآ سماعة محيطية افطراء هضية آآ آآ كالر فول ليد بريميوم كواليتي ميموري فوم ايربودز اللي هي الجزء اللي بيركف فودانك من الخلف ده الرموت بيوضح لك الجلد هنا في جلد عشان تاخد ساعات من الاستخدام المريح وهنا دي الاضاءة ودي درايفر بيوضح لانه خمسين ملي متر وهنا سمام محيطية سبينت وينت وون طبعا ستاندرد يو سي بي و السوند كارد يعني فيها كارت خاص بيها هنا مغلقة من كل حتة فاحنا هنفتحها دقيقة نفتح مع بعض هنفتح ترون سمارت دي انا شترت منها كابل باور بانت زمان كابل ده ممتاز جدا مش عارف اهو جنبي سواني اهو كابل ده ممتاز جدا يعني اه حاليا معي في غيره سنتين ده كابل باور بانت ممتاز جدا المهم دي محتوات العلبة دي السماعة ده كتاب هكذا اهو جدا يقول لك سجل المنتج عن طريق الموقع اطلاق رابط يقول لك كافية التسجيل تفاصيل كلها طبعا. هنا دي في تعمل له تقريبا عشان البرنامج. ده كتاب الارشادات اه انجليش من واحد الارباع ازباني ايطالي فرنساوي الماني وصيني. يعني الاخيرة دي الاخيرة دي انا مش عرف صيني يا بان بس يا صيني. كده صيني يعني مش يا بان. آآ مكتوب محتوى العلبة السماعة دي اوزر مانوال والكارد يعني التلات حيات دولة. نشوف السماعة نشوف السماعة. واو كبيرة كبيرة كبيرة. بس انا خايف من النقطة. كنت مشتري سماعة زمان. كان سلكة خين زي داي برضو. بالمهم السلك ده هفضل يتلفح عليهم بعضه. طلع عيني. فانا خايف العيب ده يكون موجود في السماعة دي. بالتالي السماعة دي هتحص الاختة. فمن النقطة انا جايبها الف ومئة من سنين. آآ هنا بصوا كبيرة جدا. آآ او آآ او كتب ايه? يعني في فوم اربودز اربودز مش مش هنختلف كتير. بس هي كبيرة جدا يعني. وآآ مريحة. ودي طبعا عشان تبقى فليكسبول. اه مع دماغك. دي معدن. هنا مكتوب ما نكشة لطيفة. وهنا برضو. مش لطيفة. هنا دي معدن. دي الجزء بتاع الاضاءة. اه مش عارف انا ركالة هتنور او لا. هنا ده خمطة محترمة بصراحة. هنا الصوت اللي توطي. المايك. الليد. الايكولايزر والادي اي كيو دي. طرون سمارت شاينا جلاري. آآ اس ان السريل النمبر. وهنا الجزء الخاص. وليس بي. آآ متن نجربة طيب على البروار باين. اه 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 انا مش شايف اي تغييرات حصية في اه اه طيبة ده 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 ده. لطيفة لطيفة جدا. نحن مرضو ده ممكن ان ما نجربا على الكمبيوتر اختلف الوضع. مفروض ان دي بتنور أهود هي مش مناورة هنا يمكن عشان مش كمبيوتر? لسه انا قاريت بعض التعليقات انها يترضى الفوطة مناورة مع الاستخدام بتجدها آآ بازط نومبر اللي هنا. يعني سبحان الله. زيد ان آآ اه اغلب الانواع اللي زي دي هتجد ده مسلا مع الحر آآ بيتجشر. بغير كمان مع الصيف لان دي هتضغط على ودانك كلها تجد ودانك مية خصوصا لو ما عندكش تكيف. دي خياطة. وبرضو دي اعتقد انها تتجشر. ميزة الخاصة بشركة آآ 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 كان هنا فيها فوم والحطة دي جماش يعني الجلد هنا وجماش وهنا دي فيها فوم تبريد عشان الصيف. بس سعيبها الجزء اللي هنا ده لما تايتكبرة كده المفروض بيكون معدن في اغلب الحاجات فكل الشكاون انه بيتكسر ولوحده. يعني وسيء. آآ انما غير كده بصراحة انا شايف كلهم بشكل وفيه خصوصا ان المايك منفصل. وآآ انا مش منفصل. وكمان المايك مقاوم للمياه ولا تربيه انا ده اشرب كولة تعمل اللي انت عايزه. ما فيش اي مشاكل. انا عادي تجرب طبعا احنا مفروض ان انا في الفيديو آآ هنجرب الصوت بتاعها. وتشوفوا شكلها كمان عليا. وبعد كده انهي الفيديو. انما هي كاخمات حلوة. طبعا ان دي بنصح انك دي ما تشتري آآ سماعة يوسي بي لان يوسي بيكون فيها كارت. انما السري بونت فايف اللي وجهك ده آآ بيعتمد عالكارت الخاص بالجهاز. فده مش دائما ان الكارت الخاص بالجهاز بيكون كارت محترم. بالتالي مش هتحصل عالجودة الكاملة الخاصة بالسماعة. خصوصا لو جهازك استراد وكارتك قديم نسبيا فهتقدك الصوت مش اعلى حاجة. لانما ميزة انك تشتري يوسي بي انه في كارت مدمج. بالتالي هتحصل على افضل جودة من السماعة. وده فرج مهم جدا ونازم نعرف يعني انك آآ لازم تشتريها بكارت. عشان جهازك او الصوت او الجودة اللي تحصل عليها تكون افضل جودة. آآ طبعا السماعتين لو وضحتهم الفي توينتي اكسيبيريا دي كانت آآ وصلت لي اللي هو اللي هو الجاك. فطبعا ضعيب. والساوند كور آآ يعني كانت كويسة وبرضو البلاد كويسة بس اللي هو كل واحد فيه عيبه يعني البلادي كانت غاية تنمية تمانين جنيت وسبعمية تمانين اصلا سعرها في الموقع وفي المحلات. وانا منها سوان فمش متوفر عندي. آآ طبعا لمشكلة الكسر دي هي المشكلة الفضيع. دي شكاوى الناس كتير طبعا انها بتجي مفتوحة وكانها مستعمة. اما دي الوحيدة اللي وجدت تقييمات عالية ومفيش اي شكاوى. هي كان بشكوى بسيطة ان اللمبة دي بتفصل مع الوقت. وكمان آآ زي اي سماعة جلدي انا السماعة القديمة برضو من بلادي تجشرت. حتة دي بتتجشر وتبقى مش لطيفة كرة تنزل او انها كنت قدت تتجشر حتة دي مع العرج والاستخدام. فده بيكون برضو على حسب الجلد انا معرفش دي. ده بلاستيك لامع كده. آآ هنا دي الاضاءة وهنا دي شبه للحديد. وهنا دي معدن خماتة كويسة وبالنسبة للسعر انا شايفها افضل حاجة. يعني دي بخمسمية جنيه. ما اعتقدش ان احنا هنحصل على حاجة افضل من كده. خمسمية جنيه. بس بلاستيك انا مش احسن حاجة تحس ان انا مش احسن برضو. بلاستيك بس طبعا كل ما ما تزود تحصل يا جاو ده افضل. بس الحتة اللي جوها دي ناشف. هي كبيرة انا شوف. كبيرة يعني يعني ودناك كلها تطلق. المهم ده فاتح القلبة السريع. آآ ننتقل حاليا لتجربة الصوت خاص بيها. وبعد كده راح انهي الفيديو. بس ممكن نلعب لنا دي سماتش كده جيم واحد. غض نظر انا مستقامش حلو. بس هنكمل دي سماتش آآ كله وبعد كده آآ ننهي الفيديو. المهم? يلا نبدأ. اهلا بكم. حاليا التجربة العملية للسماعة من حيص المميزات ولا يوم. وهو الحاجة هابدأ بيها العيوم. اول عيب مع انا وهعيب قاطل بالنسباتي. شايفين السلك؟ بيلفة حول نفسه. انا سمعتي السابقة رميت عشان السبب ده. بتجد تلفة حولي النفسية وتشت. فانا حاليا حشر السماعة في الكيبورد. تاني عيب بالنسبالي آآ وهو انا لو في برنامج شغال بالصوت مثلا زي منتاج او يوتيوب والصوت توقف. حتة التوقف دي اللي هي ما فيش صوت او ما فيش حد بتكلم. هتجد فيه شوشرة في السماعة شبه السماعات الخارجية. ودي بتعمل اصداع وباضطر ان انا افصل الصوت بتاع الجهاز كله عشان ما ما سمعش الخربشة او صوت الشوشرة دي. فدي بصراحة يعني حاجة تعبتني. آآ المايك كمان اداء مش احسن اداء بس هي ومناسب لفات السعرية. بس اداء مش حلوة. يعني انا حاليا مسلا قافل الباب والشباك وكل حاجة تعمل صوت وشغل التكييف على اوطى حاجة. آآ وده الصوت بدون اي تعديل. انت ممكن تعمل تعديل. لكن انا بكلامكم حاليا بدون اي تعديل. آآ ننتقل للمميزات. خص. ودني كلها دخلة في السماعة. صراحة دي حاجة مريحة جدا. بغض النظر انها في الصيف هتعمل لك. حر فضيع. آآ فتحش تكييف او آآ تلعب نصف ساعة ساعة بالكتير وتريح وهكزا. آآ ده غير ان الوان بتاتها حلوة وتصميمها حلو. مريح. بس هي تحسة بتتحرج معك لو انت بتتحرك بسرعة. بس آآ مريحة. مين? مين? هيعمل حركة عصبية يعني في اللعبة. يعني مش بطالة. آآ ده برنامج بتاعها. برنامج مولوش اي ثلاثة لازمة. خالص. حاليا انا بفتحه. ساعة وفتح. آآ فتح. يعني بروفيلات ما لاش لازمة. ما فاش اي حية لها اي ثلاثة لازمة. افكتات برضو تحسها ايه. ده المايك. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تستخدمها اللي هي تتحكى في حساسية المايك. مم يعني ملوش لازمة برنامج في الحياة. صراحة. ممكن. هو الشبه للبرنامج اللي بينزل مع اي سماعة عادية في اي فئة سعرية. اللي هي الاقتصادية. مساء خمسمائس جنيه ستمين جنيه نفس البرنامج بس بيختلف الشكل وحطي لك اسم الشركة. اه بالنسبة لحكاية الصوت المحيطي. اه ولا لا بصراحة السماعة دي صوتها عالي جدا. اللي والدرايبر خمسين ميلي ده جامد. صوتها محترم جدا جدا جدا. من حيس البيز من حيس الاغاني من حيس اي شيء. صوتها محترم جدا جدا جدا. وكمان في الالعاب كمان محترمة. السماعة عشان كبيرة واخدة ودني كلها. انا سمع كل حاجة. وفي اللعبة بوضوح. وصوت المحيط اه اللي هو في الاوضة مسلا اي حاجة انا مش سمع اي حاجة. فانا مركز مع اللعبة. تركيز اعلى والصوت اعلى والصوت المحيطي كمان حلوة جدا. حاليا حوقف الفيديو وافتح ملعب لجيم. بعد كده انهي الفيديو او اعمل كام كلاية كده. وبعد كده انهي الفيديو. نعمل بوز للتزييل. ونرجع لما اللعبة تفتح. يلا نجرب اداء التسماعة. في واحدة اي من هنا. اي. اي المهم اداء حلوة انا. انا انا ماشي على الخشب مسلا صوت الخشب السامو في واحدة اي من هنا. اي انا منظر واحدة. في واحدة اي من هنا. في واحدة اي من هنا. لو هي جدعان البتاب. سيبوني طيب اسخن طيب. في واحدة الناحة دي. في المهم اداء المحيط الشغال. انا اعرف لعب. ما اعرفش لعب. دي مش مشكلة اجدعان. في واحد الناحة دي برضو. انا سمع صوته. ما احور كلها. اي ممكن يكن ماد. اه ممكن يكون يتحرك. اي اي اي. في واحد من هنا اتسمى صوته جاي على جاء. انا.. اهي. في واحد وراه. اتاج مساعدة. اي 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 اي. اي 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 اه. acompañ كل الأصوات بوضوح. في واحدة هي دخلت مسلا السايد سي. وفي واحد ماشي من ناحية دي السماس في الحديد هنا. في واحد تاني جامع نفس الحتة. وفي واحد هنا. وسما في واحد هنا. وفي اثنين هنا. هنا. وفي واحد هنا. اللداء بتاعها محترم جدا جدا. وفي واحد هنا بعمل رلودة. وحاول يمين. وفي واحد تاني جاي الناحية دي. وفي واحدة راحت فين هنا. لا لا انا عارف اطلق اماكنهم بمتازل. اي 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 انا انا منحكم. اتبا اتكلم بالسبع كويس يا جدعان. اما بالراحة يا عم. اي اي. واضح ان انا مش عارف اي اي اي. في واحد نازل اغو من ناحية دي السماس. مات. في واحد من ناحية دي ميت. في واحد اغو جاي معاجي من هنا. في واحد نازل اغو هنا يا ميت. في واحد اغو هنا. سيادل من يقب لي باقي. مات. في شخص لحد يتحفيق. ووعدين حاولين. ووعدين حاولين. حاول. اي اي. ليه كدة. كباتل واحد جاء من هنا واحد جاء من هنا واحد جاء من الشمال واحد فوق أحتاج مساعدة هيا أنت انت يا عم! لا احد جاي كده في واحد جاي كدامي ماشي على طول في واحد جاي.. ده.. ماشي بشفت ماشي واحد او جاي من هنا او ممكن لشنين كمان في واحد وراي لا اداء اداء محترم جدا نحن نخلص ده وننهي الفيديو نحن نخلص ده اشتح اذا انتهى اعرف ان فاحد اين فاحد فاحد اقصدق من تحت فاحد فوق ايه فاحد فوق فاحد او نتصمد ناشي هين يستحق احتاج مساعدة احتاج مساعدة هاي يا عم بقى يا عم بقى يا عم اتواعد هو هنا يجب من هنا اتواعد هنا الودة حري او انا مبارفش العطاء اتواعد هنا اثنين بلاف واحد خارطوشة واحد اولا قتلى القائد قتلى القائد اسواعد هنا محفظ وفي واحد في part من هنا من الشمالي ايهوا ايه يا عمde السلاحل لعبة المهم بكحدة الفيديو انتهى اتمنى الفيديو يكون عيابكم ولا حد اندي يساري فضل في التعليقات وانتظروني في الفيديوات القادمة سلام سلام ما تنهيش الفيديو على الفيديو يا عم انت يا عم انت يا عم يا فاضل كلاه بديو ميخلص او ما يخلص الفيديو عندي خلص يلا سلام الشبه نلتخل الفيديو القادم باي عزيمة ماشي يا عم شكرا ماشي يا عم اشتركوا في القناة